بحث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة لفخامة رئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعزي وصادق مواساة لفخامته وأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الروسية التي سقطت يوم أمس في شبه جزيرة سيناء كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي السيد ديمتري ميدفيديف رئيسي وزراء روسيا الاتحادية عبر سموه خلالها عن خالص تعزي وصادق مواساة في هذا الحادث الأليم